تفقد رئيس هيئة الرعاية الصحية المشرف على مشروع التأمين الصحي الشامل أحمد السبكي ومخافظ جنوب سيناء خالد فودة وممثلة منظمة الصحة العالمية بمصر نعيم القصير الاستعدادات النهائية للتأمين الطبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ قاب 27 شملت الجولة مستشفى شرم الشيخ الدولي والمستشفى الميداني المقام بجوار مركز المؤتمرات الدولية بشرم الشيخ وقد أكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أنه تم تدريب الأطقم الطبية على طب الطوارئ والحالات الحارقة بالمشاركة مع منظمة الصحة العالمية إضافة إلى محاكاة كل السيناريوهات المتوقعة لعملية الإخلاء الطبي عند وقوع أي حادث أو أزمة طارئة كما أكد على التنصيق مع هيئة الإسعاف وجهزية فرق الانتشار السريع للتدخل وتقييد ضيم الدعم شكرا